بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة المحاضرة الثانية من محاضرات المعادلات التخاضلية طبعاً نحل المعادلة من الردبة الأولى والدرجة الأولى نحل المعادلة باستخدام فصل المتغيرات النهاردة بإذن الله نتحدث على المعادلة المتجنسة اللي هي الhomogeneous equation كيف حل المعادلة المتجنسة؟ طبعاً قبل حل المعادلة المتجنسة تعالي نرى ما هي الhomogeneous function أو أقدر أقول أنت هذه الhomogeneous لو أنت عندك f of x y تطبيع وحلت كل وحوطت مكانها لندا x وحلت كل y وحلت Excellent لندا x وحلت كل x وحطت مكانها لندا x وحلت كل y وحطت مكانها لندا y فكنت لندا y يستطيع أن تأخذ منها لندا أس N أي نكاتل N وهي عمل مشترك مضروبة في الدلة الأصلية وهي F of X و Y من أول عالا دي دلة متجنسة ودجري بتاعها N أو من الدرجة التي هي N يبقى هذا معناها أو هذا شكل أو تعريف الدلة المتجنسة الدلة المتجنسة ممكن أن نأخذ مثلا أو 2 بسيط يعني دلة متجنسة يعني مثلا لو أديني هنا مثال F of X و Y يساوي X تربية زائد ثلاثة Y تربية يجب أن نقوم بها أيها سأشيط كل X وإنضاء ما كانها لندا X وإنضاء ما كانها لندا Y سأشيط يساوي يبقى لندا X كل تربية زائد ثلاثة لندا Y كل تربية يعني لندا تربية X تربية زائد ثلاثة لندا تربية وي تربية اوزعت بس التربية يعني الكلام ده بيساوي ممكن اخد لاندا تربية كومون من هنا اتفضل اكس سكوير بلاس ثلاثة وي تربية الله طلعت اي اللي طلعت ده طلعت هي هي نفس الدلة الاصلية يعني لاندا تربية مضروبة في الاف في اكس واي بنقول على دي ان دي دلة متجنسة الاور الدجري بتاحها اتني او بالدرجة ايه هنشوف الوحدة كملا مثلا اف اكس واي بيساوي اي بص نواقص ال واي على الاكس زائت تان اتنين واي على الاكس هنعمل ايه ايه السامعة بتقولها نشيل كل اكس ونحط لاندا اكس ونشيل كل واي ونحط مكانها لاندا واي يبقى ال F في لندا X و لندا Y سيساوي E أس سالب لندا Y على لندا X زائد 2 أشير Y وحط لندا Y على لندا A X في اختصارات أنا شايف أن فيه اختصارات في المسألة بتاعتي يعني مكاشر لندا D مع لندا D مكاشر لندا D مع لندا D يبقى نبص كده اللحظة لها اللي هي بترجع للدلة الأصلية تانية يعني سيساوي E أس ناقص Y على X زائد 2 أس ناقص Y على X يعني رجعت لأصلها اللي هو F في X و Y يعني هنا المفروض دي تبقى لندا قص كام لندا قص صف لأنها حاجة وصفر بإيه بواحد يبقى دي متجنسة من الدرجة أيه من الدرجة الصفر ده ببساطة معنى الدلة المتجنسة طب ايه هي بقى المعادلة التفاضلية المتجنسة اللي هي F of X Y D X زائد G of X Y D Y بيساوي صفر بيقول دي بتبقى معادلة تفاضلية متجنسة إذا كان دي متجنسة ودي متجنسة والتنين متجنسة من نفس من نفس الدرجة يعني دي لون التاني يبقى متاني خلاص يبقى الاتنين يكونوا متجنسين من نفس الدرجة يبقى هي ده تعريف المعادلة التفاضلية المتجنسة يعني كل ترمهنة سواء ده أو ده دوال متجنسة من نفس الدرجة طيب أنا بحاول هنا نحول المسألة دي لي D Y على D X بيساوي دلة في ال Y على X خلي بالكم هنتعلم برضو بنخليها المسألة دي كلها أو D Y على B D X إزاي كلها تبقى دلة في ال Y وال X أول ما تزبط المسألة بتاعتك كلها ونأخذ التعويضة وسيطة ما هي التعويضة؟ نقول هنا let Y أي رمز يكون Z أو U بيساوي Y على X هي دي التعويضة اللي أخذت يبقى ال Y هنا يتساوي U X طيب بدل أن تقلت ال Y يتساوي U يبقى هنا هبدأ أشيل كل Y على X في المسألة وحط مكانها U يبقى لازم برضو أتخلص من D Y by D X يعني أحول المسألة بتاعتك بدل مكانة Y وال X لا هتبقى U و X يبقى بدل مكانة مسألة Y و X هتبقى مسألة U و X يبقى لازم أتخلص من D Y على D X يبقى D Y على D X بيساوي أشتق دول بنشتقهم إزاي حصل ضرب دلتين مشتقة الأولى في الثانية زائد الثانية أو الأولى في مشتقة X بكام بواحد أهو مش هكتبه يبقى حصل ضرب دلتين بثبت واحدة وفضل الثانية زائد باكس يبقى مشتقة الأولى ديو باكس في الثانية اللي هي X زائد الأولى بتثبت واشتق X بواحد يبقى أنا هم دول اللي أنا هستخدمهم طيب هو أنت لما بتعمل التعويضة دي في المعادلة المتجنسة إيه اللي بيحصل بسيطة خالص المعادلة بدل ما اسمعها متجنسة هنقيها بتتحول للفصل متغيرات اللي احنا اتكلمنا عليه في المرة اللي فعلت تعالوا نشوف مسائل على الكلام اللي أنا بقول مثال بقول لسولف دي واي على دي اكس هيساوي وي تربية زائد X تربية على اثنين X دي معادلة متجنسة أو معادلة متجنسة طيب بنعرفها إزاي؟ هذه الوي تربية هذه X تربية X هنا متدرجة الأولى ووي متدرجة الأولى مجمعهم يبقى لتنين متدرجة الثانية يبقى لتنين اثنين اثنين كل ترمي هنا في البسط والمقام متدرجة الثانية فإيه؟ ده هتطلع معادلة متجنسة طيب هتحل إزاي المعادلة المتجنسة أول حاجة بتقسم على أكبر قصة للإكس اللي هو X تربية في البسط والمقام هنقسم على أكبر قصة لكي أحصل عليها في شكل دل Y على X يبقى DY على DX يساوي Y تربية على X تربية زاد X تربية على X تربية كل ده على 2 XY على X تربية يعني يقدرون أن DY على DX يساوي Y على X تربية كل تربية لأن هنا يدرب في القصة الفوقي يبقى 2 1 2 1 2 زاد X تربية على X تربية 1 على 2 طبعا X يبقى يتفضل Y على X X يبقى أنا خليت DY على DX كده في Y على X كده كنا نعمل بعد كده كنا نعمل التعويضة بتاعتنا كانت التعويضة بتاعتنا شباب بتقول لي هنا let U يساوي Y على X يعني Y يساوي U أشتق بالنسبة X يبقى DY على DX يساوي X DU على DX زاد U يبقى أنا أستخدم هذا للطرف الشمال وأستخدمه في التعويض للطرف اليمين شباب نحن معوض في المعادلة التي قدامنا هي A التي هي د U على DX X DU على DX زاد U بساوي شرطة الكسر وي على X يبقى U تربية زاد الواحد تحت 2 U تمام المفروض المسألة تحولت لفصل المتغيرات يعني سنبدأ نجلب X مع بعض A و U مع بعض أول خطوة بعد U سنبدأ بإشارة مخلفة يعني بإشارة سنة X DU على DX سنبدأ U زاد الواحد على 2U نقص U يبقى يبقى X د U يبقى بإشارة U بإشارة سنبدأ A يبقى 2U على 2U في 1 يبقى 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 تربية زاد 1 2U على 1 يبقى سالب 2U تربية يعني نقدر أن X DU على DX يساوي U تربية وهنا نقص 2U تربية نقص 2U تربية سالب U تربية زاد 1 على 2U لغاية هنا أعتقد نحن ماشيين مزبوط هايزين نفس المتغيرات ده بتاع U والDU لازم تقفل بس هنفعش تنزل هدرب DX يبقى يبقى DX DU ساوي سالب U تربية زاد 1 على 2U DX لا قد بالك أن ده لازم يروح النحية التانية ده كله ده اللي في U فلازم يروح النحية التانية فلما يروح النحية التانية هيروح مقلوب ده وقسم على X ده يبقى ده لما يروح النحية التانية هيروح مقلوب هيروح مقلوب هيروح مقلوب هيروح مقلوب هيروح مقلوب هيروح 2U على U تربية زائد الواحد بساوي 1 على X DX هنا طبعا في DU فصلت متغيرات هبدأ أعمل عملية التكامل طبعا كان فيه ناس هنا بتاخد موك تاخد السالب دي هعمل مشترك بحيث تخلل U تربيع موجبة يبقى U تربيع أصول واحد وتسيب السالب هنا ما فيش مشكلة الاثنين طيب أبدأ أكامل أكامل ده هل بسط مشتقط المقام اه مشتقط سالب U تربيع بسالب 2U وأنا موجودة عندي فوق 2U يبقى أنا كل اللي محتاجه أيوه أشارة سالب هضرب في سالب جوه سالب بره ليه؟ عشان البسط يبقى مشتقط المقام طيب البسط مشتقط المقام يبقى هنا ده هيديني اللن في سالب بره واحد نقص اليو تربيع بساوي لن X زائد أيوه لن C جميل طيب هنا السالب دي بره ما ينفعش يا شباب ما ينفعش أسدها بالشكل ده لازم تدخل جوه طب تدخل جوه ازاي كان عندي قاعدة بتقولي أن لن LIN LIN B ساوي لن B قس A ازاي ده لو دخل داخل جوه يدخل كأنه قس يبقى هنا عندي لن واحد نقص يو تربيع قس سالب واحد بساوي أدنها المرة التي تجعلها لن الجمع لأن لضرب يبقى لين XC أو لين CX يبقى نقدر نقول إن واحد نقص اليو تربيع بكل قص سالب واحد بيساوي لين لين بقى هتروح يبقى CX المسألة خلصت لا لسه ما خلصتش أنا عندي اليو أنا كنت مختارها بإيه بوي على الاكس يبقى هنا واحد نقص اليو على الاكس الكل تربية قص سالب واحد بيساوي CX أو ممكن أكتبها واحد نقص اليو على الاكس الكل تربية بيساوي واحد على CX لا يوجد مشكلة الاثنين صح أتمنى أن تكونوا فهمتوا المسألة تعالوا نصوف مسألة كمان بيقول لسولف ذا دفرينشال اكويشال حل المعادلة التفاضلية اتنين X زائد الواي دي اكس نقص اليو بيساوي صفر نبص كده ده متجنسة ولا لا ده قص واحد ده قص واحد ده قص واحد ده قص واحد يبقى ده متجنسة من الدرجة الاولى وده متجنسة من الدرجة الاولى يبقى المعادلة بتاعتها تطلع معادلة تفاضلية متجنسة أول حاجة حاولت تجيبها لي بصورة دي واي على الدي اكس يعني قدر نقول ان الدي اكس دي واي بيساوي اتنين اكس زائد الواي دي اكس كل اللي عملته ده راح ناكل ايه بقشارة مخالفة بس ارتكبتها كتبت الدي اكس دي واي ايه في الايه اللي في الهول طيب يبقى هنا اقدر اقول ان الدي واي على الدي اكس يبقى انا قسمت على ده راح مقسوم يبقى ده كمان هيروح ايه مقسوم يبقى اتنين اكس زائد واي على ال اكس اكبر قص هنا فين اه لل اكس لل اكس اكس قص واحد قلنا بسطا وايه ومقاما بقسم فوق وتحت يبقى دي واي على الدي اكس سهي سابق اتنين اكس على ال اكس يبقى اتنين زائد واي على ال اكس اكس على ال اكس بواحد يعني اقدر نقول شباب ان الدي واي على الدي اكس بيساوي اتنين زائد واي على ال اكس ادي المعادلة بتاعتي دي واي على الدي اكس بقى الدل في ايه دل في ال واي على ال اكس طيب المفروضة نعمل ايه الوقتي ابدأ التعويضة بتاعتنا افكرينها افكرها معنا التعويضة كيف تقول ايه اقول له هنا لت زد بيساوي وي على ال اكس ايش معنى زد انا بحاول اغير عشان من تثبتش رمز واحد يعني الواي هيساوي اكس في الزد يبقى الدي واي على الدي اكس هيساوي اكس دي زد على الدي اكس زائد الزد ها مشتاقة الزد والاكس سوف يثبت وبعدين ايه ابدأ اولك مشتاقة تانية زد التانية هم مشتاقة الزد التعويضة دي هبدأ اعودها في الجنب الشمال وده في الجنب ايه اليومي يبقى ابدأ اشيل دي واي باي دي اكس وحط قمتها اكس دي زد على الدي اكس زائد الزد بيساوي اثنين زائد الزد يبقى الدي اكس يبقى الدي اكس يبقى الدي اكس سالبة يعني نقدر نقول ان الاكس دي زد على الدي اكس هيساوي اثنين زائد زد ناقص زد الاثنين دول راحة ايه مع بعض وحط قمتها طيب حلو او ده كده بقت المسألة جميلة جدا جدا وسهلا يبقى نقدر نقول لشباب يبقى الدي اكس دي زد بيساوي اثنين دي اكس دي اكس دي اكس دي اكس واتركوا اشترا مخاليا يبقى الدي زد بيساوي اثنين واحد على ال اكس دي اكس طب ليه بيخلتها اثنين على ال اكس لانا هعمل تكامل وانا متعود دايما في التكامل بطلع السابط برا ايا كان عشان ما اطلقتش خلصت هنا يبقى ادى عملية ايه التكامل تكامل دي زد بيزد بيساوي اثنين تكامل واحد على ال اكس اللي هو الان اكس خلصت يبقى زائد ايه زائد ايه زائد ايه والله عايز تعملوا الانسيب وراحتك بس مش هتفق معه المسألة خلصت لا مخلصتش لانزم اشيل الزد بقى وحط قمتها اللي هي كانت ايه وي على ال اكس بيساوي اثنين لان اكس زائد ايس يعني اقدر نقول ان الواي بيساوي ممكن اقول اكس مضروبة في الكلام اللي هناك يبقى الفكرة بتاعت المعادلة المتجنسة فكرة بسيطة طبية كل مسألة هتبقى سهلة لا نصبر بقى نحاول ننوع في المسائل بتاعتنا حل برضو مديني هنا دي وي على الدي اكس نقص وي على ال اكس بيساوي تان وي على ال اكس في المعادلة المتجنسة تأكد ان هو لو جاب لك التان ساين كوزين دول الزاوية بتاعتهم هتبقى متزبطة جالك في شكل وي على ال اكس او وي على ال اكس او جزر وي على ال اكس المهم هتبقى دلة في ال وي على ال اكس نفس الكلام في ال اي نفس الكلام في ال اي هتبقى اي قص وي على ال اكس لان لما تعود باللندة فوق تشيل ال اكس وتحط لندة اكس وي لندة واي بتلاقي الاثنين راحوا ايه مع بعض فده بتحافظ لك على حتة المعادلة المتجنسة طيب هنا اعتقد هو جايب المسألة تقريبا شبه متزبطة يعني ولا هقسم ولا هعمل اي حاجة بس كل اللي انا هعمله اللي انا هقول ان دي وي على ال دي اكس اودي دة ان حيات تانية باشارة مخلفة يبقى وي على ال اكس او راح بالموجة بزائد تان وي على ال اكس مش محتاج اقسم ولا مش محتاج اعمل اي حاجة يبقى كل اللي انا هعمله سيوا بالضبط كده اعوضه بس يبقى لد يو بيساوي وي على ال اكس يعني ال واي يو اكس يعني ال دي وي على ال دي اكس بيساوي اودي اكس دي يو باي دي اكس زائد ال يو معاوضه شباب اشيل ال دي وي وي دي اكس واتحط حمتها لان لسه جايبها من شوية يبقى اكس دي يو على ال دي اكس زائد ال يو بيساوي ايوا دا يو زائد تان يو هنودي دا النحية التانية باشارة سالب يبقى اكس دي يو على ال دي اكس بيساوي يو زائد تان يو ناقص اليو اليو تروح مع اليو يعني اكس دي يو على ال دي اكس هيساوي تان اليو زبطت المسألة بتاعتي يلا نعمل فصل ايه؟ المتغيرات ال دي اكس اللي هضربها النحية التانية تبقى تبقى اكس دي يو هيساوي تان يو دي اكس هنقص المعادلة كلها على ال اكس وهنقص المعادلة كلها على تان ايه تان يو دي يو واحد على تان يو تان يو دي يو واحد على ال اكس دي اكس اه فصلت كده المتغيرات يبقى اعمل عملية التكامل واحد على التان هو ايه مقلوب التان؟ مقلوب التان اللي هو الكوتان هو كان تكامل الكوتان ايه؟ كان تكامل الكوتان لو انت عندك اي ان كانت زاوية F لازم يكون هنا مضروف دي ايه دي بدينا على تان لين ساين ف ال اكس يبقى هنا تكامل الكوتان بالن ساين تكامل الكوتان لين ساين بشرط توفر مشتقة الزاوية طيب نبص هنا الزاوية يو مشتقة بالنسبة ل يو واحد ايوه يبقى خلاص محلولة يبقى لين ساين يو تكامل واحد على ال اكس يبقى لين اكس الزبط زائد جنسي عشان ايه شو وضع اللين هطير اللينات ايه شوية كده يبقى نقدر نقول اني لن سين يو بيسوي لن سي اكس يعني سين يو هيسوي شباب ايه ايوا هيسوي سي اكس خلصت المسألة لا انا عندي هنا اليو بيسوي ايه وي على الاكس يعني سين وي على الاكس هيسوي سي مضروبة الاكس كده احنا جبنا ايه الحل العام للمعادلة التفاضلة هناخد مثال كمان حل اكس تربية ناقص وي تربية دي اكس زائد اتنين اكس واي دي واي بيسوي سي مضروبة الاكس اتنين اكس واي دي واي بيسوي سالب اكس تربية ناقص وي تربية دي اكس حسنا خلص السالب دي شكلها واحش وحصول ان هنا في اشارة سالب في النص حسنا تدرب السالب دي جوه فلو ضربت السالب دي جوه هتلاقي الاثنين دول مع بعض ايه بقى x هي اللي بيسارب و y هي اللي بيسارب يبقى 2xy dy هيساوي y تربية ناقص x تربية dx هنتخلص من ده نقسم عليه نتخلص من ده نقسم عليه يبقى dy على dx يساوي y تربية ناقص x تربية على 2xy هيا دي اول مسال اخدناها ولا شبهها لأ نكنت بيت زاد يبقى هبدأ اشتغل بنفس الطريقة يبقى هنعمل ايه؟ هنقسم على اكبر قصص للx بسطا ومقاوما اللي هو x تربية يبقى dy على dx لما اسم على x تربية تبقى y على x كل تربية ناقص واحد اثنين لما اسم x تربية فx تروح مع واحدة تبقى لي y على x التعويضة اليو بيساوي y على ال x يعني ال y u في ال x يعني dy على dx هيساوي x du by dx زائد u خلاص حافظنا نعوض نشيل dy y by dx ونحط قمتها x du على dx زائد u هيساوي شارتة الكسر u تربية ناقص واحد وتحت 2 u بالضبط بالضبط نحاول نتخلص من u تروح الناحية التانية بإشارة سالم يبقى x du ونحط قمتها بيساوي u تربية ناقص الواحد على 2 u نواحد المقامة على 2 u تبقى فوق u تربية ناقص واحد زي ما هي طبعا المقام ده بتاعدها واحد فده يجديني سالب 2 u بتربية يعني نقدر نقول ان x du على dx نبدأ نجمع البسط سالب 1 سالب u تربية يعني عندي u تربية بالموجب ونقص اثنين واحدة بالموجب واثنين بالسالب يعني سالب u تربية على 2 u يعني نقدر نقول يا شباب ان x du بي dx اتفضل 1 زائد u تربية على 2 u على 2 u ودي المسألة اللي احاول افصل المتغيرات بتاعته ما تيجي نشتغل نضرب بطرفين فوسطين براحتنا خالص ممكن نضرب بطرفين فوسطين بطرفين يعني 2 u x du بيساوي سالب 1 زائد u تربية dx او كنت ممكن تربط dx دي ناحية تانية وبعدين وديت ده مقلوب ناحية تانية زي ما تحب هو انا محتاج ايه؟ انا محتاج اتخلص من دي ومحتاج اتخلص من ايه؟ يبقى ناسم عليهم يبقى ناسم عليهم يبقى ناسم عليهم يبقى 2 u على 1 زائد u تربية d u سالب يبقى ناسم على x dx اكامل طبعا هنا البسط مشتقط المقام مش محتاج اترك في اي حاجة لانه مشتقط u تربية ب2 u يبقى n 1 زائد u تربية سالب lin x lin c يعني lin 1 زائد u تربية lin يبقى c على x يعني نقدر نقول ان 1 زائد u تربية y 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 يبقى واحد زائد Y على X بكل تربيع بيساوي C على X هايز تجيب ال Y في طرف لوحدها والباقي مفيش مشكلة تعالوا نشوف آخر مسألة معانا في محاضرة النهاردة بيقول لي ايه؟ دي Y على دي X هايز تجيب ايه شباب اتنين X زائد ال Y على X ناقص اتنين Y كتب E يبقى لو متجنسة نتوقع ان يبقى يبقى Y على X اهي دي من الدرجة الاولى دي من الدرجة الاولى ولا على X كده كده ال 2 ايام مع بعض ايه؟ مش هتأثر ليه؟ لان دول خلاص بيزبطوا بعض في حتة المعادلة المتجنسة اللي احنا قلناها في ايه؟ في اول الفيديو النهاردة طيب هبدأ حل اكبر قصص في البسط والمقام لل X X قصص واحد يبقى هاقسم بسطا ومقاما على X فوق وتحت يبقى ال Y على دي X سيسمي ب 2 X على X بواحد Y على ال X X على X بواحد نقص 2 هقسم على ال X اهو E قص Y على ال X طيب طيب let U بيساوي على ال X Y U في ال X حفظنا هذا لسه يبقى ال D Y على ال D X هيساوي U X X D U X D U D U D U X X D U بيساوي بيساوي 2 زائد ال U 1 نقص 2 U E X U شيرت كل U على ال X وحطت مكانها U لنحن يقص بها ستجع نقص ال U ستجع نقص بيساوي بيساوي d U بيساوي 2 U تحت 1 نقص 2 U E As U نقص A نقص ال U طبعا نوحد المقام على 1-2 U u C يبقى 2 زائد U لأنها هي المقام بتاعها ناقص U في الأولاني و ناقص U في الثاني يبقى ناقص U ناقص زائد 2 U تربية U يبقى أنا كده ضربت ناقص U بـ 1-2 U هذا الذي قمت به اداني الكلام ده يعني اقدر نقول ان الاكس دي يو على دي اكس هيسعي انا مشايف ان اليو دي تروح مع اليو دي يبقى اثنين زائد اثنين يوتربية يوس يو تحت واحد نقص اثنين يو اي او سي طيب بتيجي نفس المطايرات يبقى الاكس دي يو هيساوي ممكن اخد الاثنين هنا مشترك يبقى واحد زائد يو تربية اي او سي يو ان بحاول اخد المشترك ده بيسهل لي تلقي في العملية شوية وهينا دي اكس عايز اتخلص من دي يروح مقسوم واتخلص من مقدار ده برضه هيروح ايه مقسوم يعني هيروح ايه مقلوب يعني هيتقلب البسط المقام والمقام بسط فيبقى عندنا واحد نقص اثنين يو اي او سيو على واحد زائد اليو تربية اي او سيو دي يو بيساوي اثنين واحد على الاكس دي اكس ابدأ اكامل طبعا التكامل بالشكل الطرف الشمال ده بالشكل قدام شكله يخوف اللي يخوفني ان اليو دي مضروبة في الايه طب ما انا عندي حل يخلصني من الايه دي فكر معايا كده اللي يخلصني من الايه دي ما تبقاش مضروبة في اليوه اللي انا هضرب هنا شباب ايه وسيسالي بيوه في البسط وايه وسيسالي بيوه في المقام تعالوا كده بس نضربها مع بعض ونشوف ايه سيحصل يبقى تكامل ايه وسيسالي بيوه في واحد ناقص اثنين يو ايه وسيو لما اضربها في ايه وسي سالي بيوه في الدرب بنعمل ايه في القسس بنجمع يبقى يو ناقص يو يعني ايه وسي في ايه وسي في واحد فراحت الايه وسيو اللي موضفه وتحت واحد في الايه وسي ناقص يو يبقى ايه وسي ناقص يو ها زائد يو تربيعه ايه وسيو في ايه وسي ناقص يو راحوا مع بعض بيساوي اثنين ولي تكامل واحد على الاكس دي اكس طيب اول ما بلاقي بسط المقام تعالوا كده نسأل نفسنا السؤال هل البسط مشتقط المقام ولا لا تعالوا كده نمسك المقام كده ونشتقه على جنب ايه وسيو زائد اليو تربيع هايز اعمله اشتقاق نشتقه ازاي ال ايه بتنزل زائما هيك مشتقط القس زيو تربيع مشتقتها بكما شباب زائد ايوه اثنين يو هل ده موجود فوق لا ده ده بالموجب وده بالسالب طب ما ناخد السالب عامل مشترك او نضرب بسالب جوا وبر يعني براحتك هايز تاخد السالب مشترك او ممكن تقوم عامل ده كده وتضرب هنا في سالب وهنا في سالب ال اثنين صح يبقى المسألة ده هتبقى شكلها عامل ازاي يبقى السالب اللي بره سالب ايقص نقص يو زائد اثنين يو على ايقص نقص يو زائد اليو تربيع ديو مثل المسألة التقديم هذا يقوم بطاقة ايقص نقص 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 ديو يبقى لين ايه لين اكس زائد ها عايزين تكتبوها ايه برحب لين سي ولا تنين لين سي زي ما نحب يا شباب زي ما نحب رادية زي ما نحب جديد ما نحب عايزين نتبساطها قويا السالب دي تخشي جواه يبقى ايه قص يزائد يو تربية قص ثالب واحد ولين بيساوي طبعا ده يساوي لين دي طبعا تخشي جواه تبقى اكس تربية يبقى اكس تربية عملتها بسرعة المرة تقوم بتعاملها على الفتواتين الاثنين الاول دخلت جوه اللين بقيت لين X تربيع زائد لين C ولين الجامع بحوله لدن كده اقدر اتخلص من اللين اقدر اقول يبقى U زائد U تربيع اس سالب واحد بيسوي اللين خلاص راحت يبقى C X تربيع ممكن بقى الوقت تشيل يبقى U وتحط قيمتها يبقى Y على X زائد Y على X بكل تربيع قرص سالب واحد بيسوي CX وبكده نجدنا الحل العام للمعادلة كده وبكده نكون انتهينا من محاضرتنا النهاردة اتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان اتحقق ولو قدر وسيط من الاستفادة كان معكم دكتور محمد عوط ممكن تواصلوا معي عن طريقة الايميل الموجود قدامكم الوقت او عن طريقة صفحتها الفيس بك الواضحة على الشاشة طبعا بحب اتوجه لأستاذ الدكتور طاه هامورس العدوي اللي سمح لي لانا استخدم المسائل الموجودة في كتابه ومقدمة في المعادلة التفاضلية شكرا جدا شكرا جدا لو حبيت تنزل المحاضرة اللي احنا شرحناه النهاردة كل ما عليك انك هتدخل على الموقع بتاعي اللين لينك بتاعي ان شاء الله موجود اسفل الفيديو هتدخل على الكتب والمنشورات هتدوس عليها هتدخل عليها التحلك صفحة بالشكل ده كل ما عليك انك هتدوس تحميل هتقدر تحمل المحاضرة اللي احنا شرحناه